مشاهدين خلينا نكمل مع حضراتكم في اهتمامنا واحتفالنا بالشباب وتحديدا الشباب المصري تمكين الشباب زي ما كنا بنتكلم معاكم ما كانش مجرد شعار ده نص دستوري الدولة أقرته في دستور 2014 وأصبح واقع بنعيشه دلوقتي الشباب بيستحوزوا على تلت مجلس النواب حوالي 185 نائب ورائبة ده غير أنه حوالي 60% من نواب المحافظين من الشباب أمثلة كثير جدا بنرصدها لحضراتكم في هذا التقرير استمعوا إلى شبابكم فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم لم تكن تلك الكلمات مجرد شعار في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بل هي واقع ملموس تسعى جميع قطاعات الدولة لتطبيقه حتى يتم تمكين الشباب في مختلف المجالات مادة دستورية كانت نقطة البداية التي انطلق شعاعها نحو وضع الشباب على مسار التمكين متمثلة في دستور 2014 الذي نصت مادته 244 على تمثيل الشباب بشكل ملائم وعادل في البرلمان حتى جاءت النتائج مثمرة من خلال قانون الانتخابات بتخصيص 16 مقعدا للشباب في القوائم الانتخابية وتمثيلهم للشعب تحت قبة البرلمان وإيمانا بالدور الكبير للشباب خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 عاما للشباب المصري في إطار الحرص على الاستماع لأراء الشباب عن طريق إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت شعار المؤتمر الوطني للشباب أبدع انطلق حتى كان عام 2017 مرحلة تطبيق ما تم الاستماع إليه من الشباب والإعلان عن قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب سواعد قوية للشباب اعتمد عليها الرئيس السيسي في خريطة العبور نحو الجمهورية الجديدة عن طريق تولي الكثير من الشباب مناصب نواب للمحافظين مع تمثيل الشعب في البرلمان وبعض الوظائف القيادية الأخرى بالوزارات والقطاعات الخدمية بمختلف مفاصل الدولة وتحول التمكين السياسي للشباب في البرلمان إلى واقع حيث استحوذ الشباب على ثلث المجلس بعدد 185 نائباً وتم تحقيق قفزة ضخمة في تمثيل المرأة والشباب بما يقارب 50% من تركيبة المجلس الجديد 2021 وبعد أن أرست الدولة قواعد التأهيل والتدريب القيادي للشباب كانت المفاجأة الثانية بعد تمكين الشباب تحت قبة البرلمان وهي الإعلان عن حركة المحافظين التي اجتملت على تمثيل قوي لفئة الشباب بنسبة 60% نواباً للمحافظين واستكمالاً لخريطة التمكين أعلنت الحكومة أن فئة الشباب حتى 39 سنة شكلت نحو 57.4% من قوة العمل بالدولة وذلك إثباتاً لرؤية أن الشباب هم سواعد التنمية للعبور نحو الجمهورية الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر